اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خلق الهدنة ومواصلة القصف والغارات الجوية فرنسا دعت خلال ذلك الى اجتماع قوات المهام التي اونط بها مراقبة مد احترام الاطراف للهدنة واذا كانت الخروقات كبيرة الى درجة اعلان المعارضة ان الهدنة قد تصبح قابلة للانغاء فان الامم المتحدة اعلنت من جاتها ان المساعدة الانسانية بدأت تدخل المناطق المحاصرة لمساعدة 154 الف شخص وانها انطلاقا من اليوم ستواسل تقديمها للمتضررين من الحرب والمحاصرين ليبلغ العدد مليون وسبعمائة الف سوري قبل نهاية الربع الاول من هذه السنة هل دخول المساعدات للمناطق المحاصرة دليل على صمود الهدنة وما مصداقية اطراف الصراع في الالتزام بها كثير من المحللين يرون ان الهدنة قد ترافقها حملة من التصعيد في التصريحات ربما تضخم من حجم تلك الخروقات ومهما يكون الامر فالتحقق من الخروقات هو الحل الامثل حسب وزير الخارجية الفرنسي الذي دعا لاجتماع عاجل لتقييمها الهدنة متماسكة كما تقول الامم المتحدة لكنها من جانب اخر تواجه الالغاء الكامل كما تقول المعارضة بعد القصف الذي قامت به الطائرات الروسية على عدة مناطق في مركز حلب وريفها ربما ان المخاوف من انهيار الهدنة تدفع حاليا الدول الرعية لها الى المطالبة بعملية سياسية فورية ومفاوضات دون تأخير في استباق للزمن وخوفا من انهيار وقف اطلاق النار في سوريا المزيد حول هذا الموضوع ينضم الينا سيد فايز الدويري الخبير العسكري من عمان وهنا في الستوديو في لندن الكاتب والمحلل السياسي محمد قواس اهلا بكم العالي ابدأ بضيفي الخبير العسكري من عمان فايز الدويري سيدة الدويري يعني الجانبان الامريكي والروسي يعني يبحثان تعزيز التعاون بين القوات المسلحة فيما يتعلق بخطة وقف اطلاق النار في سوريا ما المتوقع على هذا الصعيد يا سيد احنا في اليوم الثالث من بدء وقف اطلاق النار وهناك خروقات حصلت معظمها كان من جانب قوات النظام والجانب الروسي واعزوا ذلك الى بعدين البعد الاول فيما يتعلق بقوات النظام هو يحاول ان يحقق نجاحات ميدانية للسيطرة على بعض المناطق الحاكمة مثل بلدة حر بنفسه او العتيبة او في بعض مناطق جبل الاكراد وريف اللاذقية بالنسبة للجانب الروسي هو اخذ الحق منح نفسه حق اختراق وقف اطلاق النار تحت مسمى غامض للجماعات الارهابية فبالتالي هو من حيث المبدأ تم استثناء اساسا من تنظيم الدولة وجبهة النصرة ولكن جبهة النصرة متداخلة مع الجماعات الاسلامية الاخرى مثل احرار الشام واجناد الشام وفيلق الشام وغير ذلك من هذه التنظيمات وبالتالي عندما يتم قصف منطقة معينة يكون الادعاء ان هناك عناصر من النصرة لهذا السبب هو منح نفسه حق الخرق الان مدى الالتزام في الايام القادمة هو الذي يعطي مؤشر واضح على امكانية استمرار وصمود هذه الاتفاقية والوصول الى مؤتمر جينيف جديد اما اذا ما استمرت هذه الخروقات وتصاعدت وثبت يقينا بعض معلومات المعارضة حول استخدام غاز الكلور في بلدة العتيبة اعتقد ان هذا مؤشر خطير جدا نعم ان يتم استخدام غاز الكلور بالمقابل الاختراقات تنوعت اختراقات من قبل استخدام الطائرات الروسية وطائرات النظام استخدام راجمات الصواريخ استخدام الدبابات استخدام المدفعية محاولة تقدم ارضي لحرارة مكاسب الى متى تستطيع المعارضة ان تتحمل حجم هذه الخروقات هو الذي يحدد المآلات اللاحقة في امكانية عقد مؤتمر طيب المعارضة تحدثت عن الغاء الهدنة بشكل كامل سيد محمد قواس يعني خروقات تتزايد كما تفضل وقال السيد الدويري هل تهدد جديا استمرار هذا الاتفاق يعني حتى الان من الاخبار التي وردت حول دخول مساعدات وكل ذلك يبدو ان المجتمع الدولي حريص على انجاح هذه الهدنة اريد ان اذكر بان ديمتسورة وطبعا المبعوث الاممي لسوريا يقول ان الهدنة ليس لا علاقة بمجتمع الدولي لا علاقة بالاتفاق ما بين البيئة المتحدة وروسيا حتى الان يبدو ان هذا الاتفاق نوعا ما صامد الا اذا كان هناك تفصيلات بيدانية بامكانها ان تؤدي الانهيار هذه الهدنة ذكرت منذ قليل ان المعارضة تهدد بالنهاية اذا كانت هذه الهدنة هدفها صنع جراحات معينة من اجل مفاوضات ملتبسة بشكل او باخر وذكر اليوم نائب وزير خارجي الروسي الذي تحدث عن مشروع فدرالي في سوريا فبالتالي وكأن هناك استغلال الهدنة ميدانيا من اجل جراحة معينة تؤدي بشكل او باخر الى هذا المشروع الفدرالي اعتقد ان الموضوع حساس جدا لكن حتى الان وحتى اشعار اخر كافة القوى بما فيها المعارضة التي تهدد بالانسحاب من الهدنة بشكل بحدي بالحدي الادنى من هذه الهدنة على امل ان تؤدي هذه الهدنة الى الافراج عن مفاوضات جونيف بالشكل الذي يقبله كل الاخر طيب ما بدى صدقية او مصدقية هذه الاتهامات التي تأتي من السعودية تركيا المعارضة نفسها تجاه روسيا تحديدا يعني نحن من بعيد ليس لدينا معلومات ميدانية الا ما يصدر عن المعارضة من جهة عن النظام من جهة وعن روسيا من جهة اخرى طبعا هناك صور فيديو اوزعت عن استخدام للبراميل المتفجرة في مناطق معينة هناك طبعا كلام عن المعارضة تحدث عن غارات روسية هناك ايضا مصدر ذكر بانه لم تشهد اساسا سوريا كثافة قصف كما شهدته خلال الساعات الماضية التي تحت مسمى الهدنة وبالتالي امكانية الذهاب الى الخطة بي كما اشار وزير خارجي السعودي او وزير خارجي الامريكي هي تلويح سياسي نوعا ما بالانتقال الى ما هو ميداني للرد على خروقات جديدة نعم طيب الخبير العسكر يا سيد الدويري يعني لما كل هذا التوتر يعني روسيا تتحدث عن هذا التوتر قالتنا ان هذا شيء طبيعي وان الاتفاق لا يزال في بدايته يا سيدي يعني الان روسيا هي اللاعب الرئيسي هي الحامل الرئيسي لما يجرع الساحة السورية وامريكا تحاول اللحاق بالموقف الروسي حتى لا تفقد اوراقها على الاقل اما ليس في الداخل السوري انما بالنسبة للدول الاقليمية او ما يسمع للحلفاء الامريكيين لان امريكا تراجع دورها بالصورة كبيرة جدا تراجع نفوذها بدرجة كبيرة جدا مصدقيتها لدى دول التحالف وموثوقية دول التحالف بها تضررت كثيرا وبالتالي هي مجبرة الان على التماهي مع الموقف الروسي في حدود مقبولة لكن الكارث الان التقاء روسي امريكي كما التقوا في وقف اطلاق النار دون الرجوع لاي طرف داخلي او اقليمي نجد تناغم في التصريحات كاري قبل عدة ايام يتحدث عن تقسيم سوريا الان نايا روسيا تتحدث عن فدرالية سورية يعني كأنها اوراق ضغط توضع على المعارضة عليكم الرضوخ والاقرار وإلا المآلات البعيدة الاستراتيجية هي مآلات كارثية في حالة الافضل فدرالية والتركيب الديمغرافي في سوريا والتوزيع الديمغرافي على الجغرافية السورية لا يحقق امكانية الفدرالية او امكانية التقسيم يعني من يعرف توزيع الديمغرافي ويسقط على جغرافية سورية لا يمكن ان ينجح التقسيم لا يمكن ستكون هناك كوارث مستقبلية على الداخل السوري وعلى الإقليم فهي أن أعتبرها أوراق ضغط أكثر منها وفي النهاية الاتفاق الروسي لأمريكي هو الذي سيمشي دعا ربما سيد محمد قواس هنا في الستوديو يعقب على هذا الكلام يعني يتحدث عن حل التقسيم والفيدرالية هل هي فعلا حلول مطروحة أم مجرد أوراق ضغط كما أشال أستاذ فايز طبعا شيء لافت جدا أن يتم التداول طبعا نتحدث عن هدنة عسكرية من أجل الذهاب إلى جونيف خلال الساعات الماضية بدأ الحديث عن التقسيم من جهة الجهة الأمريكية وعن الفيدرالية من جهة الروسية ولا يبدو أن هناك نقاش في الموضوع هناك وكأنه طرح جديد لأي حل لسوريا عبر الفيدرالية أو عبر الولايات المتحدة أود أن أذكر بأن أغضل المنطقة برمتها قد تم تقسيمها من قبل وزيري خارجية بريطانيا سايكس وبيكو الفرنسي الذين أتوا بهذه التقسيمات التي سميت بعد اتفاقية سايكس بيكو اليوم لدينا شعور أن وزير خارجية أمريكا كيري ووزير خارجية روسيا لافروف هم يحملون القلم ويبدأون برسم الخرائط الجديدة لسوريا وأريد أن أذكر أكثر بأن اللعب في الجغرافية السياسية السورية سينسحب على اللعب في الجغرافية السياسية لكل المنطقة وبالتالي إذا ما كان هناك قرار أو إذا ما كان هناك خطة أو منورة معينة أو تواطئ معين أمريكي روسي فعلى أهل المنطقة أن يتحركوا للإدلاء بدلون حتى الآن لا نسمع من أهل المنطقة إلا تهديدات إلا بيانات لكن لا نسمع إلا بالتهويل والتهديد والخطة بيانا حتى في الكلام عن تدخل البري يعيد وزير خارجية السعودية التأكيد على أن تدخل البري وجزء من عمل التحالف الدولي وأنه ليس عملا فرديا وبالتالي توقيت التدخل البري له علاقة بقرار التحالف الدولي بضرب داعش عن طريق البري أعتقد أن على تركيا على العراق على مبنان على الأردن على أهل المنطقة المعنيين مباشرة بالشأن السوري أن يعقدوا مؤتمرا ويقرروا هل سيذهبون إلى تقسيم البلد إلى فيدرالية أم إلى وحدة البلد هذا قرار أهل المنطقة أيضا نعم طيب سيد دويري يعني تركيا تحشد وسعودية تحشد قواها هل هذه برأيك معشرات بداية مرحلة جديدة مقبلة هل ستقبل هذه القوات على تدخل بري مثلا في سوريا أم هو حل مستبعا تماما سيدي التدخل البري من قبل الدول الإقليمية هناك خطوط حمر عليه أن يجتاسع لأن أي تدخل بري هو بحاجة إلى مظلة أممية من خلال مجلس الأمن وهذه معطلة بالفيتو الروسي أو على الأقل في ضمن التحالف الدولي وقيادة أمريكية فاعلة وليس قيادة أوباما من الخلف والقيادة الأمريكية الفاعلة في السنة الأخيرة لأوباما غير متوفرة لهذا السبب أنا لا أرى في الأفق القريب ولا المتوسط إمكانية الدول الإقليمية أن تتخذ قرارا خاصا تلقائيا من ذات نفسها أو بالتوحد الإقليمي للتدخل في سوريا بسبب المعارضة الروسية وتقاطع الخطوط الدفاعية وتقارب وتماس خطوط التماس لهذا السبب أنا أوافق ضيفك الكريم بأن الدول الإقليمية مغيبة أخي هناك إشارة صدرت من تركيا قبل 24 ساعة بأن الرئيس أردوغان قال لا يمكن أن نسمح بتقسيم سوريا هو محق في ذلك ولكن ما الذي يمكن أن يعمله إذا قسمت سوريا تركيا هي الدول اللاحقة ستقسم إلى مراطق كردية وليس مراطق كردية وتركية سيذهب ديار بكر إلى المنطقة الكردية سيذهب لواء اسكندرونة وما يتبع إلى العلويين الترك وتبقى تركيا فيما تبقى من ذلك العراق سيكون مقسم وهو مقسم بحكم الواقع السعودية ستكون في مكمن الخطر لأن المنطقة ستقسم ليس على أسس عرقية السعودية على أسس مذهبية وبالتالي سنكون الآن أمام اتفاقية كيري لافروف بدل سايك سبيكو سيكون كيري لافروف وبالتالي تقسيم سوريا سيكون كارثي على المستوى الإقليمي وله تداعيات دولية نعم وصلت الفكرة الخبيل العسكري من عمان فايز أدويري شكرا جزيلا لك الكاتب المحلل محمد قواص سيبقى معنا مشاهدينا نعود بعد هذا الفاصل القصير أهلا بكم مجددا مشاهدينا في هذه الحلقة من وراء الحدث وأرحب مجددا بسيد الكاتب المحلل محمد قواص هنا في الستوديو الصحفية في الأمم المتحدة عبر خدمة سكايب تنضم إلينا إذن السيدة دينا أبي الصعب أهلا بكي ولعل أبدأ معك في هذا القسم الثاني من هذه الحلقة والتي سنخصصه لي المساعدات الإنسانية مساعدات إذن تدخل لمعظمية الشام لأول مرة كيف تم ذلك في ظل القتال المستمر في الأرض نعم يبدو أن وقف الأعمال العدائية الذي بات ساريا منذ ليل الجمعة السبت الفائت يعني نعكس بشكل إيجابي على الأرض في سوريا الهلال الأحمر السوري صرح اليوم أن عشر شحنات غذائية دخلت إلى منطقة المعظمية وأن خمسين أو نحو خمسين شحنة إضافية كانت ستدخل خلال هذا النهار يفترض أنها وصلت بالفعل إلى معظمية الشام التي تحاصر من قبل القوات النظامية وتسيطر عليها قوات المعارضة السورية علمنا أن القوافل وصلت وسيصل تباعا خلال خمسة أيام قوافل أخرى إلى هذه المنطقة وإلى مناطق أخرى طبعا الشحنة التي وصلت لا تقتصر فقط على البواد غذائية تضمنت أيضا أدوية وفواد تنظيف تسهيلات للحياة اليومية للمحاصرين داخل هذه المنطقة طبعا الأمم المتحدة وتقاريرها تشير إلى أكثر من 150 ألف بواطن سوري محاصرين ويصعب الوصول إليهم طيب هل كانت هناك ترتبات خاصة لإيصال هذه المساعدات هذه المساعدات طبعا بعد مؤتمر ميونيخ الذي عقد منذ أسبوعين وتضمن بيانه الختامي نقطتين أساسيتين الأولى تركزت على إيصال المساعدات فيما التفتت الثانية إلى وقف الأعمال العدائية هذا الدخول للمساعدات الإنسانية بدأ فعلا منذ ذلك الحين منذ مؤتمر ميونيخ بدأ التحرك نحو إيصال المساعدات ونحو الاتصال بالأطراف السورية كافة إن في المعارضة أم في الموالات أو في النظام لإيصال المساعدات بشكل سهل وبدون استهداف القوافل التي طالما حاولت دخول في السابق واستهدفت أو منعت من الوصول الأمم المتحدة قدمت مؤتمر صحفية الأسبوع الماضي قالت أن القوافل بدأت فعلا بدخول هذه الشحنة تصل اليوم إلى المعظمية وهي الأولى بعد وقف إطلاق النار وينتظر أن تستكمل هذا البرنامج وهذه المعارضة من قبل الأمم المتحدة وشركات سوريا والمتحدة نعم سيد قواس كما كنت تستمع هناك مساعدات تدخل إلى من يحتاج إليها في بعض المناطق برأيك هل الهدنة فعلا هي التي ساعدت على وصول هذه المساعدات بهذا الشكل؟ هو أهم صدر عن ميونيخ أن هناك وخف إطلاق النار وأهم ما نشهده حاليا بغض النظر عن جهدنا في التحديد السياسي وفي اقتصاء المعلومات الميدانية كل ذلك هو هذه الهدنة التي تتدعى على الوضع الإنساني هناك حاجة في سوريا للأهالي بأن يتنفسوا شيء من الهدوء وشيء من السلام طبعا دخول المساعدات شيء إيجابي جدا وأنا اليوم شهدت كثير من التقارير التلفزيونية التي تتكلم مع الناس لأول مرة دون الكلام مع المسؤولين والمحللين وهم بحاجة إلى الحياة في سوريا السوريا حاليا في حالة العدم والموت وهو يعطي للهدنة المصدقية أكثر بأنها أصبحت حاجة ليس فقط للناس أصبحت حاجة حتى للمقاتلين والمتقاتلين في الداخل لكن استمعت اليوم إلى أطراف سوريا بدأت تشكك في مقاصد هذه المساعدات هل تصل إلى المعنيين بالأمر أم أنها تصل إلى مناطق دون مناطق أخرى وخصصا في معظمية الشام هناك طبعا طلب سوري بأن تتولى الأمم المتحدة ومراقبين المتحدة توزيع ومراقبة حصن سير هذه لكن أعتقد أنها أيضا مؤشر دولي على تشجيع هذه الهدنة وإطالتها وصمودها وللحصن الحص حتى الآن نتحدث ميدانيا عن خروقات ولكن لا نتحدث عن انهيها ربما المعارضة وربما أيضا الموالات ربما يعني جيش النظام وجيش المعارضة بحاجة إلى هذه الهدنة أيضا من أجل بيئتهم بيئة المعارضة وبيئة أتمنى أن خلال السعادة المقبلة تكون هذه المساعدات معممة على كل المحتاجين في السورية نعم طيب سيدة دينا هل من معلومات أكثر ربما تفاصيل حول المناطق تحديدا المعنية بهذه المساعدات بالنسبة للتقارير التي تصلنا اليوم طبعا هناك تركيز كبير في الأمم المتحدة على الاجتماعات التي تجري هنا حول مراقبة وفتطلق النار لا معلومات لدينا من الأمم المتحدة كل ما تصلنا من معلومات يصلنا ويصل عبر الإعلام تماما مثلكم الأمم المتحدة قالت في السابق وتقول دائما أنها معنية بإيصال المساعدات إلى كافة المناطق المحتاجة ولم يليز طبعا بين الحاجة الإنسانية في منطقة عن منطقة أخرى الاجتماعات التي يعني أجواء الاجتماعات هنا تقول طبعا هذه الاجتماعات يحضرها المعبوث الأممي لسوريا ستفن ديمستورا والمجموعة الدولية أجواء السفراء وستفن ديمستورا أيضا الذي صرح لنا بعد خروج اليوم من الاجتماعات تقول أن هناك تفاول كبير باستفرار بسبب النية الأمريكية الروسية والاتفاق والثبات على هذا الاتفاق بين الطرفين هناك توافق والأجزاء تقول أيضا أن انخفاض نسبة وأعداد الضحايا الذين كانوا يصل في السنة إلى 80 يوميا اليوم حين نتحدث بضحية أو إثنتين أو أقل من عشر كما قلت الأمم المتحدة تعتزم في الأيام الخمسة المقبلة إدخال مساعدات إلى حوالي 154 ألف شخص في المدن المحاصرة المنظمة الدولية تنتظر الحصول على الضوء الأخضر من الأطراف المتقاتلة لمساعدة حوالي مليون وسبعمائة ألف شخص يقتنون في مناتق يصعب الوصول إليها كيف سيتم ذلك وهل تبدو لك هذه الأرقام واقعية فعلا الأرقام واقعية وقد تكون أكثر من ذلك أيضا هناك دائما شح في الأرقام حسب ما نعلمه بالنسبة لعدد اللاجئين مثلا في تركيا أو في لبنان أو في الأردن الأرقام المعلنة من قبل الأمم المتحدة هي دائما أقل فقد يكون الرقم الحقيقي للمحاصرين والمحتاجين في سوريا هو أكبر بكثير مما يذكر وما تقول به الأمم المتحدة على الأرض في سوريا طبعا هناك مجموعات كبيرة تعمل بشكل دائم وطالما عملت خلال السنوات الخمسة الست الفائتة حاولت دائما التواصل مع المجموعات العاملة على الأرض والمسيطرة على المحاور والمناطق لتسهيل عبور القوافل من منطقة إلى أخرى طبعا كان الخطر دائما موجود وهناك ضحايا كثر سقط للأمم المتحدة وللمنظمات الدولية طبعا خلال هذه السنة سمعنا عن أعداد كبيرة منهم إضافة للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذين يعملان أيضا على الأرض لكن هذه المرة وبعد سريان الهدنة يبدو أن هناك توجه حقيقي وفعلي عبر الأطراف المؤثرة في الصراع السوري لتهدئة الوضع يعني تحدثنا مع عدد كبير من السفراء الذين تابعوا الاجتماعات هنا في جناب وطبعا دورة حقوق الإنسان التي بدأت اليوم هناك يبدو التوافق وكود واحد إذا صح القول يتكلم به الجميع في السابق كانت اللهجة محتدة أكثر كانت توثر في الحديث عن الشأن السوري الآن الكل متجه للتسوية وللتهدئة وللتأثير إيجابا نحو إصال المساعدات نعم نعم طيب سيد قواس أنت كنت تحدثت عن تشجيع ربما إطالة هذه الهدنة هل برأيك هذا كفيل بأن ينهي بشكل كامل إشكالية وقضية المناطق المحاصرة وطبعا شيء عجيب نشهده حاليا لأول مرة بعد خمس سنوات كنا لا نصدق ذلك أنه بإمكان قوة في العالم أن تضغط باتجاه فرض هدنة على الجميع النظام ملتزم نسبيا المعارضة ملتزمة نسبيا إلى درجة إسكات الجبهات وإذن أذكر بأنه هناك كلام أن كل هذا الجهد لوقف اطلاق النار يشمل ثلث الأراضي السورية البعض يتحدث عن 10% فقط من الأراضي السورية فيما الأراضي التي يستسيطر عليها داعش والنصر غير مشمولة بذلك أريد أيضا أن أذكر بأن هناك يعني زعات دولية كبرى تم تجميدة لأنه لا حل المسأل القبرصي لا حل لها لك على القلع المستوى الإنساني تم وقف اطلاق النار وبإمكان أهل المنطقة أن يعيشوا بسلام نفس الشيء في الموضوع الكوري لكن لا أعرف إذا كان في سوريا بالإمكان طالما أن النظام والمعارضة يمكن وصلوا إلى قناعة بعدم استطاعة الحل السوري عن طريق العسكر والدمار والنار بإمكاننا تجميد الوضع عبر هدنة كبيرة والذهاب إلى اتفاق أو عدم اتفاق لا يشمل معاناة الناس هناك تخوفات أيضا من استخدام ربما بعض الأطراف لهذه المساعدات هناك طبعا على مستوى الميداني نعرف في كل منطقة هناك ما فيها تتشكل بعد المساعدات هناك عصابات حالية وحتى على الصعيد السياسي هناك طبعا أصبح سلاح بيد هذا أو ذاك أنا أعطيك أو أفك الحصار مقابل ما يحصل حاليا أنا خوفي من أن تصبح خطوط النار حاليا هي خطوط سياسية تؤشر إلى ما هو أبعد من ما هو ميداني أو ما هو له علاقة بما هو إنساني نعم طيب في سؤال أخير سيدة دينا يعني تقدر الأمم المتحدة أن نحو 500 ألف شخص يعيشون تحت الحصار في سوريا وأكثر من أربعة ملايين شخص يعيشون في مناطق يصعب إيصال المساعدات إليها ماذا عن هؤلاء يعني طبعا الحرب السورية مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات بدأت عامها السادس هناك وضع إنساني صعب جدا نصف السكان رحلوا أو هجروا من أماكن إقامتهم في سوريا وطبعا أكثر من أربعة مليون وستمائة ألف لاجئ موجودين الآن في دول الجوار إضافة لإحصاءات تقول أن 67% من السوريين يعيشون حالا من الفقر هناك استهداف دائم للمدارس والمستشفيات والبنى التحتية هذه الأرقام طبيعية بعد هذه الحرب الدموية وهذا التقسيم الهائل للشرائح السياسية والدينية للأسف في سوريا ما نرى هو وضع طبيعي طبعا بالعودة إلى المناطق التي كنا نتحدث عنها وحاليا كنا نستبعد من الهدنة هي داعش ولكن هذه المناطق متداخلة في مملكة أيضا وبين باقي المناطق وقد يكون وقف النار فيها صعبا بعدش نفذ وقت البرنامج للأسف سيدة دينة أبي صعبة صحفية في الأمم المتحدة شكرا جزيلا لك يا سيد الكاتب المحلل السياسي السيد محمد قواس كنت معنا هنا في الستوديو وفي القسم الأول من البرنامج كان معنا أيضا الخبير العسكري من عمان السيد فايز أدويري شكرا لكم جميعا شكرا للمتابعة إلى اللقاء